جابوا حمالة إسرائيلية ونقلوني عريانة لناقلة الجند وهاي الناقلة كان داخلها فيه تقريبا 6 جنود قاعدين حطوني على المقعد اللي قدامهم على شوي اللهم جابوا حماية بردو بطلع بقول مين هذا يعني اللي هو حماية يعني يعني ما عرفته إلا من نجهه عريانة كله كامل يعني فحطوا تطاني معاي بناقلة الجند بعدين وقفونا عند المخصوم عندما مرأنا أول مرة هناك رمونا على الشارع ياريت انهم مثلا حطوني بالحمالة على الشارع لا قلبوا الحمالة وحطوني على الاحجار اللي كانت بالشارع هناك ارتميت ضلتني عريانة بالشارع تقريبا من التنتين للأربعة هذيك الساعة كان مطر رلال برد كتير الدنيا عم بحكي انه غطوني مش محدش سامعيني عاملين حالهم مش سامعيني عاملين حالهم مش فاهمين عم بحكي له بقشر له بقول له غطيني برداني برداني برجل له رجل عم ما يعني على أساس كل هكذا بس اني اتغطى قدامه أسر حالي أسر عورتي يعني مش عافش اعمل عامل هيك بأيدي مش عافش اعمل يعني الواحدة فينا بتطلع محجبة وبتستحي من أخوها بتستحي من من أهل بيتها ما بالك لما إنا إحنا منتضمين في شرع الدين عنا وآخر مآخر اتعر بنت على الحاجز ياريت ماتت ولا الحادثة هاي معلاش ماتت شهيدة أما الحالة هاي مش ممكن تنتسى هذه اللازلات بحاجة بحاجة مستشفى مستشفى كانت فيه اجتباكات يعني بحاجة ما؟ دعم بحاجة انا كنت في المفتشفى كانت في اجتباكات في البلد بنابلس فخلص صارت عندي حب اني اسمع صوت الرصاص ولا هذا بس من شان ايش بس من شان اموت خلص بس هي يعني الحي محمد هي كل همها انها تنتقم ولما تنتقم خلص ارتاحت فهمت انت كيف؟ بحكي لها انا طب كيف انت قدرتك لجيش ولا شغلة من هالشكل حتى تنتقمي تحكي لا لو بضرب حجر على اساس احسس نفسي اني انا بعمل في اشي انا يعني بدي احفظ بنتي بخاف عليها تطلع تعمل لح حاجة فاضطريت اني اعمل قفل على الباب واقفل في المفتاح وفي الدراب وفي مفتاح القفل كمان في طريق عودتنا الى الخليل مررنا بما كان مقرا مركزيا للسلطة الفلسطينية في منطقة بيت لحم وصلنا حاجز قرية الخضر الذي لا بد للقادمين الى بيت لحم او الخارجين منها باتجاه الكرة المحيطة بها او باتجاه مدينة الخليل المرورة عبره هكذا تتوزع اكثر من اربعمائه من الحواجز العسكرية والسواتر الطرابية والابراج والمكعبات الاسمنتية والبوابات الحديدية في مداخل كل مدينة وقرية لتصبح حدودا تحتاج الى تصاريح من قوات الاحتلال للمرور عبرها وبذلك اصبح على الفلسطينيين ان يعتادوا على مفاهيم جديدة للمسافة والزمن اذا حالفك الحظ ومررت فعليك ان تستقل الحافلة اذ يمنع الاحتلال الفلسطينيين من استخدام مركباتهم الخاصة على هذه الطريق والتي حولها الاحتلال الى طريق رئيسة للمستوطنات الممتدة من القدس الى الخليل ضمن سياسة فرض الامر الواقع موسيقى موسيقى فمنذ توقيع اتفاقية اوسلو ارتفعت وطيرة بناء المستوطنات سعيا لتغيير الجغرافيا والتاريخ والغاء وجود الاخر موسيقى موسيقى حاجز اكفار عصيون حاجز جديد بين حواجز قديمة وجديدة على طول الطريق الى الخليل موسيقى 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 كان يسكن في هذا المبنى 26 عائلة هي الآن بلا مأوى وحجة الاحتلال هي لجوء 2 من المطلوبين إليه وهكذا انضم هذا المبنى إلى آلاف أخرى واجهت المصير نفسه في سنوات الاحتلال الطويلة خشوا على العمارة فنصفوا البيت على ما أعطوش ولد إيه على السكان ياخدوا يعني نزلوا بس بإشرباتهم والبجمات ولا أخدوا بلا شغلة من قلبي البيت فنهد البيت كله على كل ما فيه هايش أكثر من هيك شو يعني شو بدنا نعمال يعني ولا حد سائل فينا ولا حد شاعر فينا طلعوا زي ما خلقهم ربهم يعني طلعوا في البجمات وبعدين شو غطل شاشية ابن ابني عمره أربعين يوم يحرامه تقول له حرامه بدي أخده الله ممنوع ترجع تاخدي حرامه نزلوهم وشحشطوهم وحرام هذا الظلم هذا اشرب بمده هيك 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 هايما هيك هيك افتح يعني أنا جوز بنتي سكن أمه في الشقة وأخوه لأن محلتها المادية زي الزفت ما قعدوش عشرين يوم في الشقة كنت حامل تسعة أشهر وعندما صر يعني معي بدي يعني قلد اتصلنا على الأمبلانس إنه يجي أخدني عساس ما فيش تسترجع تمشي في الليل بمنع التجول يجي الأمبلانس مسكوا حطوا على الحاجز وضلهم عطلوا فيه لحدت يعني ما ما قدرتش خلص سولت في البيت نزل الولاد ولا بتنفس وبعضيها بعد ما رخوهم اجوا حملوني على المستشوى بس بعد ما كان الولاد متوفي وصيب ننزيف يعني يعني خالصة وصلت يعني مش قادر بالمرة يعني انت شفت الولاد قدامي هيكت يعني تصوري تسعة أشهر تكمليهم بدوء العذاب ودائما كنت تعبانة فيه وفجأة هيكت أشوفه بروح مني لأنه ولدته قدام عيني وخلص ومات قدام عيني وأنا مش قادر أسوي له حاجة الجيش والاسرائيل والمستوطنين بيعملوا كل هذي الأشياء فينا على أساس إحنا نتركهم لأنهم هددونا أكتر من مرة يعني يعني أنا قالولي إياها وقالله جوز قالولي بدك تفقد أولادك إذا بدك تفقد أولادك اطلع من هوني بدك تفقد أولادك خليك هوني وهي أنا يعني من حديتها هيني ملاحظة فقدنا واحد وأنا عندي شعور إني رح أفعد مش بولكش لأ أنا عندي شعور إني رح أفعد صدقيني أنا من نفس هيئة مش حامل ببقى شعرة إني رح أفعد